بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نشرع بدءا من هذا الدرس في دراسة الأبواب التي تعرب بعلامات إعراب فرعية بعد أن عرفنا علامات الإعراب الفرعية نبدأ ندرس هذه الأبواب التي تعرب بعلامات إعراب فرعية الدرس الأول في الوحدة الرابعة الممنوع من الصرف الصرف لغة هو التغيير والممنوع من الصرف في استلاح النحويين هو الذي يمنع من الكسر ويمنع من التنوين لا يجر بالكسرة ولا ينون لا بضمتين ولا بفتحتين ولا بكسرتين إذن معناه هو الذي لا يجر بالكسرة ولا ينون مجموعة من الأسماء لا تجر بكسرة ولا تنون كيف تعرب؟ تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة هل يمكن؟ مثل كلمة مساجد مساجد هذه أقول هذه مساجد عظيمة لأن هنا في موضع الخبر فلا ينون لا أقول مساجد لكن لاحظ معي عظيمة مع أنها وصل للمساجد جاءت منونة لأن هذا هو منوع من الصرف لا أضع عليه التنوين صليت في مساجد كبيرة هذا حرف جر يفترض أن يأتي الاسم اللي بعدها مجر بالكسرة هنا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأن كلمة مساجد هذه ممنوعة من الصرف السؤال هل يمكن أن يعرب بعلامات أصلية؟ الممنوع من الصرف الذي يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة هل يمكن أن يجر بالكسرة على الأصل؟ نقول نعم في حالتين الحالة الأولى أن يأتي مضاف وما بعده مضاف إليه أقول صليت في مساجد القرية مضاف ومضاف إليه فجر بالكسرة على الأصل الحالة الثانية أن تتصل به ألو التعريف أقول صليت في المساجد الواسعة صليت في المساجد هذه كسرة لأن الإسم اتصل به التعريف السؤال الكبير في هذا الموضوع متى يكون الإسم ممنوع من الصرف؟ ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ ولأن هذا المنهج هو منهج مختصر سنقصر على إيراد وسرد هذه الأسماء الممنوعة من الصرف أو هذه الأنواع عندي أحد عشر نوعا من أنواع الأسماء التي تمنع من الصرف منها ما يمنع لوجود علتين مجتمعتين مثل سواء كانت العالمية مع أو الوصفية مع ومنها بمجرد أن يكون اسم اتصل فيه هذه الصفة التي سنأتي عليها فهذه كافية لأن يكون ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف أولا العلم الأعجمي مثل كلمة إبراهيم أو إسماعيل أو غيرها من الأسماء علم تدل على اسم شخص وأعجمي اسم أعجمي ليس له أصل عربي العلم المؤنث سواء كان هذا التأنيث تأنيث لفظي أو تأنيث معنوي مثل فاطمة طلحة حمزة سعاد هذه كلها أعلام مؤنثة ممنوعة من الصرف العلم المزيد بألف ونون وهو ما سبقت فيه الألف ونون تأتي في الآخر ومسبوق بثلاثة حروف أصلية مثل عثمان عمران هذه أعلام أيضا ممنوعة من الصرف تجر بفتحة نيابة عن الكسرة العلم الذي على وزن يفعل أو أفعل وهذه أوزان مختصة بالأفعال ونحن نعلم أن الإسم الممنوع من الصرف عندما منع من الجر بالكسرة ومنع من التنوين فهو افتقد لخاصية أصيلة في الأسماء فشابها الأفعال إذن أي علم يأتي على وزن فعل فهو منوع من الصرف يفعل مثل يزيد هذا اسم لكنه جاء على وزن فعل أو أحمد على وزن أفعل هذه أوزان تأتي على الأفعال وقد تستخدم في الأسماء لذلك فهي تجر بفتحة نيابة عن الكسرة العلم المركب تركيب مزجي عندي تركيب إضافي وعندي تركيب مزجي مزجي مثل حضر موت مثل بعلبك هذه كلها أعلام بحكم أنها أسماء مناطق ومركب تركيب مزجي يعني امتجج الطرفان في هذا الاسم فأصبح شيئا واحد لذلك يعرب على آخره العلم المعدول عن فاعل في أصله فاعل لكن عدل عن صيغة فاعل إلى صيغة أخرى مثل عمر علم ممنوع من الصرف لأن أصله عامر فعدلنا عن صيغة فاعل إلى صيغة عمر اللي هي صيغة فاعل عمر فاعل الوصف ألان تهنم الأعلام إذن هناك أسماء تمنع من الصرف لعالمية واء إما لعالمية وعجمة لعالمية وتأليث لعالمية وزيادة ألف ونون لعالمية على وزن يفعل أو أفعل أو أي وزن مختص بالأفعال لعالمية وتركيب مزجي لعالمية وعدول عن فاعل الآن أوصاف لأن الاسم إما أن يكون علم أو وصف أوصاف الأوصاف التي على وزن فاعلان بشرط أن يكون المؤنث فاعلاء مثل غضبان مؤنثه غضبان إذن غضبان هذا ممنوع من الصرف لأنه وصف وليس اسم فإن سمي شخص غضبان أصبح علم مزيد بألف ونون الوصف على وزن أفعل لمؤنثه فاعلاء وهذا يأتي في الألوان وفي العيوب غالبا مثل أعرج أحمر وأنه عرجاء وحمراء الاسم المختوم الآن انتهينا من الوصف وصف على وزن فاعلان ووصف على وزن أفعل إذن لابد من اجتماع الطرفين الوصفية وشيء آخر الآن عندي ثلاث أنواع من الأسماء مجرد أنه يتصب بهذه الصفة من دون أن أذهب إلى هل هو وصف هل هو يعني علم فهو يمنع من الصرف لعلة واحدة هي أن يكون مختوم بألف تانيث مقصورة مثل سلمة هذا اسم علم وحبلة هذا وصف الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع وهو كل جمع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أو سطه مساكن مثل قناديل مساجد مفاتيح مصابيح وغيرها هيسمونها صيغة منتهى الجموع التي على وزن مفاعل أو مفاعل هذه سمت صيغة منتهى الجموع الاسم المختوم بألف تانيث ممدودة ألف تانيث ممدودة في شكلها ألف ثم همزة مثل صحراء وغيرها هذه هي أنواع ممنوع من الصرف هي عبارة عن أوصاف معينة في كلمة إذا توفرت فيها فإن هذه الكلمة تمنع من الصرف لا تنون ولا تجر بالكسرة السلام عليكم ونلقاكم في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر